موسيقى مرحبتين بكم مشاهدينا أزول في اللاون مهنة جديدة اليوم في حلقة قادرات حنتكلموا عن الصحة النفسية وامتهان المرأة لهذا المجال ضيفتنا سيدة ملاكي جنيفيد خلوكم معانا باش نتعرفوا عليها أكتر وأكتر مرحبتين بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج قادرات واليوم ضيفتنا لأستاذة ملاكي جنيفيد أخصائية الصحة النفسية هنتعرفوا أكتر معاها عن هذا المجال المهني مرحبتين بك ملاك اليومك سعيد لميس مرحبتين بك نورتين اليوم في قادرات أكيد والنور نورك سلمك سلمك يعني إحنا اليوم ملاك بنتكلموا عن الصحة النفسية وعن هذا المجال وكيف لما المرأة تقرر أن هي تخوض مجال الصحة النفسية وتبدأ أخصائية وحضرتك حتى مش أخصائية صحة نفسية بس يعني أخصائية اجتماعية واشتغلتي على المرضى وعلى دوي الاحتياجات الخاصة فبنتكلموا في كل شق أو كل تفصيلة في هال المجالات لخطيهم نبدو مع بعض بالصحة النفسية يعني كيف اخترتي أنك أنت تخوضي مجال الصحة النفسية في يعني ممكن توا السنوات الأخيرة ملاك وانا عشت وافقيني ولا لا تغيير صار في التركيبة الاجتماعية في التقافة اللي عند الناس بشكل عام فيما يتعلق الاختصاصات أو التخصصات زمان كانت التخصصات لما الواحد يتخرج يخش يطب في هندسة ويلجأ يعني الدعم الماليه لما يقولني بنخش طبو هندسة بينما اخترت خصصات تانية زي مثلاً طب النفسي وانا شو بتدير بيه الطب النفسي بالذات بنت فكيف واجهتي الموضوع هذا؟ هل واجهتيه أساساً أو لقتي دعم من أهلك؟ هو في حقيقة الأمر أنا دخلت للمجال هذا ما نعرفش هل هو اختارني أمانيه اختارته ففي بداية كانت في الصياق نفسه فيما يتعلق بعلم النفس اللي هي كنت في المدرسة تحديداً في التنوي ولما تم إصدار أول كتابلية اللي هو الإنسان حقيقة كان يتحدد في نفس الصياق هذا يعني علم نفسه الإنسان وكيف يتعايش وشم معنى الإنسان ومكوناته وإلى آخر يعني فيما يتعلق بهذا العلم فلما حصل إيجاز الكتاب حسيت أن كل أباب مفتحت وكل أشياء وضحت لقيت نفسي أنني عندي حصة في المدرسة مثلاً الحصة الترفيهية كانت إدارة المدرسة سهمت أنني مثلاً وصل رسالتي أو توضح صورة أكثر عن شو ممكن نكون في المستقبل فعطوني حصة حقيقة نتذكر أنها كانت كل اتنين كنت من خلال الحصة هذه نشرح شن هو الصوت الداخلي للإنسان شن معنى تعريفة شن معنى علم النفس كيف نفيد نفسي أنا كأنسان بهذا العلم وغيرها من هنا بدأت الانطلاقة أنني كملت طبعاً المجال هذا وحولت أني نطور فيه نفسي لعند اليوم يعني العلوم الإنسانية مش عارفها يعني شن لحطي لما خطي مجال علم النفس وستفضتي فيه يعني العلوم الإنسانية هذه في العالم الأول تدرس من أهم العلوم صحيح بس بلادنا للأسف وربما حتى اليوم في كل العالم حتقعد تدرس لأن اليوم فيه بتكزي قولش جدل فيه صراع بين أن الناس مش فاهمة بعض ترجعي النقطة الأولى أن الإنسان أساسا مش فاهم نفسها تتحسيه مرات يتصرف تصرفات هو في حد لا تيتفاجأ من نفسها فهو دي ما فيه قاعدة نقول فيها أنه ما يصحش أنك تقيم علاقاتك بالآخرين وانت ما تعرفش نوع الشخصيات ما جيش تتعامل مع الهيسترونيك أو الشخص الهيستيري على أنه شخص مثلاً انقباضي أو شخص مثلاً احنا نقوله اعتمادي ففي تصنيفات بناء على التصنيفات هذي حنخلقه قنوات للتواصل فعشان تقدر تنجح مع كل الناس لازم تعرف كل إنسان ونوحة وهذا نوعية المعرفة هذي من يقدر يوفرها لك غير علم النفس علم النفس مجال تقدر تقوله متشعب كنا نعتقده أنه يخص نفس البشرية والأشياء اللي مفروض ما نفكرهش فيها لكن هذي برمجة سلبية احنا إنسان أحد مكوناتنا بل أن المكونة العملاق لنا نفس وكيف نقدر نفهمها إلا بهذا العلم يعني لازم نبحره فيه ولازم نحاوله بقدر إن كان أنه نسقطه عليها الضوء أو نديره عليه زوم إن لو كل إنسان ندخل المجال هذا في حياته هل بحاجات حتى نحن في حياته كيف جاك الشغل في أنك أنت تكتب كتاب بما أنك تكلمت عن الموضوع يعني تكتب الكتاب ممكن ووقتها في بداية حياتك المهنية يعني حتى في هذه الفترة العمرية يعني الإنسان كل ما يزيد في العمر كل ما النطج يزيد وهذا شيء إيجابي فيه نقطة لميس دي ما نقول إن كل شيء يبدأ بفكرة فكرة الكتاب ما جيتش في يوم وليلة من لما كنت ندرس في الإعدادي في تالت إعدادي تحديدنا لقيت نفسي إننا نيم موجودة سبعة تمانية ساعات ونقرأ مثلا نذكر أول كتاب جريتا ويتكلم على الطفل العربي بين التغريب والأصالة عن هوية الطفل العربي لقيت نفسي في ذلك الوقت نحاول إننا ناخد كل مثلا النص أو كل مقالة ونحاول اللقص شن فهمت منها ونحاول نشوف نسقط في الأمر عن نفسي لو أنا أعتحت لي فرصة نقلف كتاب شن ممكن نكتب فمن هنا بدت علاقتي بالقلم وتمددت وكبرت لعندما بدت نكتب في مقالات وكان عددها كبير كبير يعني فوالدي نصحني قالي إن مجموعة المقالات هذه حاجة حلوة وحاجة فيها معنى وهي تعبر عن علم يعني يوجهني خلق معي حالة إرشادية فبدت ننشر فيها بالفعل يعني كانت بداياتي في مجلة الضواحي التي تصدر في منطقة تجورة هذه كانت أول بداياتي كنت أكتب في خواطر ومقالات علمية وكذا بعدين نطور الأمر إلى أني نجمعت كل مقالاتي على هيئة كتاب وفعليا لما قدمت لما كان يعرف بأمات لجنة الشعبية أنا ذاك للثقافة والإعلام وافقوا عليه وأجازوا بعد جيد جيد لأنه كان ما كانش عمري مقنع كان يقولولي ملاك انشر المقالات كم كان عمري كوا قد تهم ملاك؟ كان عمري يتراوح بين 16 سنة 17 سنة يعني 2006 كان في شي صاير إن أنا ممكن أكون من أصغر الكتاب عربيا اللي تم يعني دخول أسماءهم لدار المطبوعات في بلادهم بس ما حبيتش ندير بروباقاندا للأمر حبيت إن الأمر يكون طبيعي وفي 2009 برضو ألفت كتاب تاني بعنوان حديد دمعة وفعلا صدر يعني وحصل الإجازة فمنها بدأت العلاقة في الوطيضة بيني وبين علم النفس وما أعتقدش أنها حتنتهي صراحة طيب شن تقولي على في ناس يعني دائما يقولوا على إخصائي علم النفس إنه هو شوي غريب الأطوار هل قالوا علي هي على فكرة يعني هو في الأول كان المهنة هذه كانت للرجال خل ما تلقي أخصائية تعلم نفس خلي نقولوا إحنا في بلادنا صحيح مؤخرا بدأنا نسمعه في الأسماء فكيف أنت استقبلت الكلام هذا والنقدة هو كسيدة؟ وما صراحة ممكن إسقاط اللي صار ممكن يكون إسقاط إحساسي أنا تجاه نفسي أنا حسنت نفسي يخريب تأطوار ما زي جيلي يعني بدل ما نطلع نلعب بعد ما نبذل ما نقعمز مثلا على التلفزون تفرج على المسلسلات لقيت نفسي وكأنه عندي وظيفة حتمية إنني لازم نفسر لازم نفكر لازم نشوف نظريات الفلاسفة لقيت نفسي في المود الفكري هذا والإديولوجيا من هنا جاءت فكرة إنني ممكن أكون شخص غريب ممكن أكون شخص توجهها علمي هلبة درجة مبالغ فيها بس بعدين بدأت أوضح يعني هويتي لنفسي وهويت الآخرين فسبحان الله لما وضحت ملاك لملاك بدأت توضحها للجميع ومن هالأمر وجدني تحديات أنا أسلوب الإعلامي أو رسالة إعلاميك هذا اللي بنسألك عنه شيني التحديات اللي واجهتك يعني إنه أسلوبي مش مفهوم أنا نتكلم مثلا هم أكيد الناس اللي كانت تحكيري في الأمر هذا لو يشوف اللقاء هذا حيقد يتذكر ويضحكوا بس ممكن حالياً كون أنا مواضحة جداً لنفسي أمام نفسي وليهم يعني فكان فعلياً وشوفي عرفتي لما تكوني في أسري برمجوك إنك أنت مشروع عالمة إنك أنت مفكرة إنك أنت كاتبة على مستوى عالي من الفكر وكذا فأنت تتقمص الدور بشكل كبير وبشغل كنت أنا في الموت فعلياً حتى زملائي كانوا يحكولي نتذكر في موقف كان فيه شخص كان زميل معي كان هو يقضف برامج أطفال كنت ماشية في الممر نتذكر في أحد القانوات أيامات كنت نشتغل في الراديو كبرامج فسألني قال لي ليش سميت كتابك الإنسان حقيقة قلت لأ والله نحس في الناس كأنهم عايشين رسومات متحركة فأني قلت لهم إنسان حقيقة يعني نحاول أني نذكر بتاع هاي إنسان حقيقة عايش قال لي آه حسستيني جاية من عطارد فقاعدة سبحان الله الكلمة هذه في بالي بعدين صارت لي لقطة النضج يا لميس نضجت وسقلتني الشبابية بصراحة لي هالدور الأساسي نحن هنا ممكن أي بنتكلمه على الشقة أنك أنت اتجهتي للإعلام باش توصل رسالتك في علم النفس بمجرد ما تم إجاز الكتاب لقيت نفسي في 2006 نتدرب داخل الأستوديوهات 2007 كانت انطلاقة الفعلية واتجهتي على طول البرامج المتعلقة بالصحة النفسية بالفعل هذه كانت النتيجة والخلاصة على طول ما لقيتش نفسي في أي نوع برامج على طول لقيت نفسي كان أول برنامج لي حديث العقل والروح كان الحظ لعب دوره معي بشكل كبير أنه لقيت بشخصيات حبوني وآمنوا بي آمنوا بمثلا أفكاري ومن ضمنهم اللي كانت فعليا يعني أكثر الناس اللي دفعوا بي بشكل أساسي في حياتي الإعلامية السيدة عفاف عبد المحسر صراحة يعني حبها لموهبتي وأنا كنت حتى نكتب في شعره وخواطر وكانت تنوع يعني في الإبداع فخلتني بجد يعني نشكرها في هذا اليوم لعلها فرصة أن يقدم لها أسمى بقات الشكر والعرفان والاحترام والتقدير يعني كل مرات حتى لما نوصل النجاحات مثلا أنا حاليا طوى مدربة في مجال العلم النفس وكذا فديما عندي امتنان لها ديما صرتها في مخيلتي طيب يعني القدوة تك كانت سيدة طبعا أو تقدر تقول اللي حطتني من البعض أنني نبي نحقق أو نبي نكون لبنع في إمبراطورية الإعلام مثلا ولا يستي يسميها عجرة الإعلام هي بالفعل اللي خلتني نجسد دوري كملاك وأفكاري عطتني الفرصة طيب كيف أثر الرجل ملاك في حياتك يعني هل كان داعم؟ هل كان في دعم مثلا من أهلك بعدين نفس الشيء من بعد يعني بعد ما تزوجتي هل استمر تأثير خلي نقوله أثر الرجل كان إيجابي حتى في محيط الشغل صراحة في نقطة قلتها لميسو ممكن نسموها حاض ممكن نسموها إيماني برسالتي ممكن أي سيدة حاليا تستمع ليا عندها رسالة تحس إن هي مقيدة تقدرش تحققها أو تبدأ فيها كمشروع فنقولها إن مدى تصديقي أنا كان عندي تصديق عميق بكياني كملاكو بشين نقدر نقدر نقدم لمجتمعي فخلا الأخرين صدقوا خلاهم يقدرش يشوفوني إن أنا مثلا بنقعد شخص ما عندهش أهداف ما عندهش واحدين ثلاثة يحققهم في الشهر أو في السنة فهل تصديق العميق لي خلى الكل يصدق ما أعتقدش إن كان في رجل في حياتي يبي يحاول يشدني للورا سواء كان والدي هذا هو الإنسان يعني اللي تقدر تقولي أنا جزء من كيانة الثقافية كل كلام نقوله أو كل إبداع قدمه هو جزء مننا بصراحة ونمتداد ليه يعني من ناحية الثقافية وفكرية وكذا وإخوتي أكيد صراحة يعني ما بيش نحكي لك كان شي طبيعي إن أنا في ذلك الوقت نطلع ونتكلم ونألف وكل شي كان من نسبة لي شي طبيعي يعني كانت كانت البيئة مساعدة جدا لأبعد الحد ولا زالت وما زلت أنتظر الجديد من بيئتي حلو طيب يعني نرجع لبرنامجك اللي قلتي بث أول مرة في 2007 كيف كان صدى الناس كيف تفعله الناس في هذا كالوقت مع برامج تحكي عن الصحة النفسية وعن العلم النفس صحيح أتذكر وذكريات دي ما حلوة إن كان فيه مصدى حلو صراحة وكان البرنامج يتكلم على مصطلحات حلوة كيف تتميز موضع هكي فيها عمق إنت شنو إنت شن مكوناتك شن معنا لما تتكلم مع نفسك هل بأمور تخص الإنسان وكيف أنت تتعمق في ذاتك وتكتش فيها فكان فعليا في صداء وفي تشجيع وحتى البيئة في العمل بالرغم الإختلاف وبالرغم كأنني يحسسوا فيها مرات أني نتكلم بلهجة مش واضحة أو أني نتكلم بلهجة ليبيا فتقبلوا الحقيقة ممكن تكون كانت الوجبة دسمة أنا ذاك لكن تقبلوا بشكل كبير وكانت فيه مساندة وفيه احتضان وفيه حتى جزئية أن بعد سنوات سنوات من الممارسة والخبرة في الإعلام بدأت نقدر نوصل مفاهيمي للعميقة بأسلوب بسيط هي جتنا مع الممارسة ما كنتش عندي صراحة طيب يعني حاولت ملاك مثلا أنك تشتغلي على موضوع تمكين المرأة من خلال علم النفس مثلا كان عندك برامج حكيت على تقوية المرأة وعلى تمكينها حاطبتك حاليا تشتغلي في مراكز معنية بالتمكين المرأة فحكي لنا فعلا حاولت أن فترة الأخيرة تحديدا سنوات الأخيرة في التدريب والعمل ركزنا عن مرأة كيف أنها تفهم مجتمعها تفهم محيطها تفهم نفسها بدرجة الأولى لأن مدى فهمها لنفسها هو انعكاس لفهمها للآخرين فبمجارد هي ما تفهم نفسها وترتاح وتزيل السلبيات العالقة في شخصيتها وتفهم ما معنى أنت بالدرجة الأولى هذا حينعكس على بيتها حينعكس في بيئة عملها حيخليها لامعة ونجمة ومهما كانت على الفكرة في مصطلح ما يجبنيش تقولك أنا ربت بيت أنت ربت بيت أبسط حاجة ممكن تقدميها أنك أنت حتكون لك دور تبني إنسان وتأسسي إنسان الإنسان هو حيطلع يبني يبني مجتمع يبني أسر في الموضوع زي الهندسة موضوع معقد يحتاج منك أنك تكوني على درجة عالية من الفكر على درجة عالية من الثقافة وأنك فعليا تلعب دورك بشكل تقدر تقولي تحبيه دور الأم وتحبي دور المرأة السيدة المنزل وتحبي دور المرأة العاملة أي إن كانت وظيفتك حبيها حتى تلقي طيب شن المعوق الرئيسي اللي تشوفي فيه اليوم ملاك من خلال نظرتك أخصائية صحة نفسية وعلم في علم السلوك يعني شنو المعوق الأساسي للمرأة اللي بيها اليوم المعوق الأساسي هي أن المرأة بعيدة عن نفسها لو تبحر وتعرف ما لها وما عليها وش بمعنى كلمة مرأة أساسا أهنايا فيه إبداع فيه وعي حينفجر فيه شي عجيب وعي جديد حتكتشفى حيخليها بجد مهما كانت أي إحنا يقول مثلا رتبة أو وظيفة أو درجة حيخليها تتقنها بشكل سلس لأبعد حد يعني تشوفي أن المرأة مؤخرة أول جهلها بنفسها الدرجة الأولى هل يعني بتعدت عن دورها أو عن القالب الفطري اللي يعني ربي وضعنا فيه يعني إحناك يا سيدات هل تشوفي هيكي؟ سؤالك قادني لي جزئية أنه فعليا حاليا نقولها بسط مخفض عشان خجولة من الموضوع إنه فعليا المرأة اليوم بعض النيسة جهلوا دورهم جهلوا دورهم مش معنى أني نكون ناجحة أو نكون مثلا طبيبة أو جراحة أو أي يعني نفشل كمرأة مش معنى وديما في شماعة حقوق المرأة حقوق المرأة موجودة هي بس تحاول تزيل الغبارة على مفهوم المرأة بالنسبة لها ومن النسبة للآخرين عشان حتى عقلية الرجل تفهمها بشكل سلس يعني فهذه رسالتي لكل مرأة لي بي أنك أنت شن تعرفع نفسك عشان نتطوري بشكل صحيح موما جيش التطوير على الأرض مش خصبة جيش إني نبني على الأرض مش نظيفة مش خصبة فلازم أنطهر نفسي من هلبا معتقدات وهلبا أمور وأن المجتمع الإسلامي أو المجتمع اللي بيقهر المرأة وكده 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 عارف عشان هو هذا باختصار نتمنى أن الجميع يفهمني عارفة لما تكون المرأة هي واخدة في بالها في فكرها إن مجتمعها مضطهضها مجتمعها يمارس عليها العنف بكل نواعة أنك أنت ملكش دور أنك أنت حد سطحي مش حتقدمي شيء أنك أنت تبعية للرجل هذا اللي فيه خلايا دماغها ينعكس في الواقع فتلقاها تتصرف مع المجتمع على أنها مضطهضة عشان هي تبرمجة أنها مضطهضة مليهاش دور كأن ضعيف شخص جاهد للأسف هذه برمجة تبنتها المرأة عن نفسها واللي قاعد يصير تواه هو نعكاس هالبرمجة على أرض الواقع لكن لما نفهم صح نفهم أني سكن أني أنت ناضجة محبة مفروض نكون المكان اللي تواجد فيه مفروض يكون عندي تأثير إيجابي تأثير على ابني على زوجي على مجتمعي على أسرتي على بيئتي على زملائي في العمل هنا تفعيل الأنوط في داخلها هنا كل الأدوار حتكون تسهلة كل شيء حيتسهل في الحياة بجد وديما تحياتنا لشيء اسم المرأة بجد لأن رسالتها تتطلّة بجودة عالية عشان تتقنها ومسؤولية كبيرة أنك تكوني مرأة هذا فيما يتعلق شق الصحة النفسية اشتغلتك أخصائية اجتماعية على بعض الأمراض أو مشاكل السلوك زي الـ ASPD وزي المتأثرين من الحروب أحكينا في الأول على موضوع الـ ASPD شون هو؟ نعم عادة تقدر تقولي في جزئية حب نوضحها لميس الناس العامة قبل حتى ما نتكلم على هذا النوع تحديدا الناس العامة سبحان الله تتجاهل أو تجهل أو بنعرفش من القضية أنه فيه فعليا أمراض نفسية وما يعرفوش كيف يشخصه كيف يكتشفون أن هذا عنده اضطراب بدرجة أو بأخرى فش أنت لقيهم حاجة غريبة يتعاملوا مع الإنسان المضطرب على أنه طبيعي يقد يضايقوا من سلوكياته للأسف هو مضطرب طبعا بس ما يشوفوا ليش مضطرب؟ لا يشوفوا ليش شخص طبيعي ويقود ويحاسبوا فعلي كل كبيرة وصغيرة أنه علاش على الصبت علي علاش كده علاش مثلا على سبيل المثال حولت بشكل أو بآخر أن كنت تسبب لي مؤزعاج هو القضية قضيت أنه هو من الداخل يعاني هو من الداخل مش سليم فهنايا بدون ما تعرف أساسيات الأطراب حتى لو إن شاء الله كنت إنسان توحد ما تحبش تحتك بالآخرين لازم تفهمش بمعنى الطراب عشان تبدأ تفرق من السليم في حياتي ومن يلزمني نيع عشان نتعامل معاه نتعامل بنوع من نقوله حني خصوصية أكتر فهذه واحدة من الأشياء اللي تخليني دبما نتكلم عليه أي نوع أمراض نوضحها للناس نحسها أمانة أني لازم ننجزها أو أني نقولها وبجد ومعظم الناس اللي مش وهمين بعض تلقيهم عبارة عن اتنين حد سليم والتاني عليه إسقطات أنه عنده دست أدر في شخصي في اضطراب معين والتاني يشوفه أنه طبيعي للأسف يعني فهذه جزئية كبيرة لازم نركزوا علىها طيب حني حنتكلموا بتفصيل أكتر بس عندنا فاصل نمشوا لفاصل مشاهدينا ونرجع نكملوا من بعد الفاصل بأنها مش قادرة تخلكم معنا أجعنا لكم من بعد الفاصل مشاهدينا مكملين مع ضيفتنا سيدة ملاكي جنيفيد في حديثنا عن الصحة النفسية وعن مشاكل وعن هذه المهنة ولما المرأة تمتهن أنها تكون أخصائية نفسية وصلنا قبل الفاصل لنقطة وقلتنا أن المجتمع يلوم أو يتعامل مع شخص ومضطرب نفسيا كأنه هو شخص طبيعي وفهمتنا معنى اضطراب طيب من الحالات ممكن اللي اتعاملتي معاها خلي نقولوا مثلا في موضوع العلاقات العلاقات الزوجية والأسرية شن أكتر المشاكل اللي تواجه فيك؟ اللي تواجه فيها أو اللي يعني معظم الحالات تحكي طبعا خصوصية أنك تكوني أخصائي نفسي بصراحة حلوة باش نقولك إن احنا كم مجموعة هيكي أخصائيين نفسيين حاليا متواصلين مع بعضنا برمجين أنفسنا أو تقدر تقولي حطينا برنامج رشادي وتوجيهي إن احنا نخلوا شغلنا أميزنج حاجة مذهلة حاجة هيكي فيها شغل فيها متعة ليش؟ إن لو قاعدنا نقولوا إن احنا قاعدين نسموا في قصص حزينة وقصص مؤلمة هنحن نخشوا في المود للأسف هيقود حتى عطاءنا مش حلو هنتأترو باللي يحكوا فيه الحالات وكذا فدائما نحن بمجرد ما عندنا مسؤولية أن حد يطرق بابك أنت كملاك كمعالج أو عشان يجاي يبحث عن تشخيص لحالته هو يعاني بين واحدين وثلاثة وبشكل أو بآخر يعرف ملاك فبيلجأ للاستشارة وكذا فنديروا في برغرام نوضحوا لأن أنت جاي تكتمينا أنك ترقت بابنا واخترتنا هذه الدرجة الأولى ونشوفوا كيف نقدروا نفهموا الاشكالية من شخص وقب بشكل دقيق جدا وعادة مكتر الخبرة نقدروا زبطين يعني مجرد البديلانجوش للحالة بمجرد يحكي واحدين ثلاثة الخبرة تخليك تعرفي تشخصي بيدون حتى ما تستعملي بعض الاختبارات زي اللي تكرنا قبل شوية فسبحان الله المحور الأساسي للتشخيص أنه راكب تتغير أنت جاي لحد محترف حيفهم أنت من شين تعاني حيفهم أسبابها حيفهم بعضها وانعكاسها على حياتك حيفهم أسس العلاج وقواعد العلاج وكيف لازم يتم حندخلوا ضمن سلسلة من الجلسات العلاجية محددة ما ترام بتوقيته بأيام معينة ونبدو في رحلة العلاج واللي هي بين قسن رحلة كيف يبحر الإنسان في ذاتها معظم الناس اللي تعاني هي مش متواصلة كويسة مع نفسها فلما نخرقوا قنوات تواصل إيجابية مع النفس ونعطوها فكرة جديدة أن نحب نفسك واحترمها واسمع لنفسك ونتخليش نفسك تبان بسلوك مش حلو قدام الآخرين وكذا فإذا كان هو شخص طبيعي يسوي حيتحسن حيتبنى للبرنامج دوجي أما إذا كان للأسف ديس أوردن عنده إشكالية في الكيمياة متاع الدماغ هذا حنضطروا أن نحولوه لطبيب متخصص عصان يعطيه دراجز ينظم له تنظيمات هرمونات جسمه بشكل كبير عشان يقدر يتكيف عشان تقدر تكون قراءة للواقع بشكل طبيعي فالمشكلة منين تبدأ؟ مشكلة تبدأ هنا إن مرات الإنسان يكون عنده سلوك عدواني مثلا أو سمي ما شئتي أنواع الاضطرابات جاية من أنواع الشخصية مش قلت لك إنه لازم نستفهم أنواع الشخصيات مثلا في الأسرة تلقي فيه صراعات بين الأخوة هذا مش ماشي معه هذا هدأ هسترونيك شخص هستيري يعلف صوته خش يضحك يحب الصوت العالي يحب الموسيقى عالية التعني هادي نمط أكتئابي تلقي حتى في مناسبة فرح مقامل زيته ويكد قامل زيته ففي تناقضات لازم نفهموها حتى تناقضات تخلقها أنواع الشخصيات المختلفة فكل شخصية خصائصها والاضطرابات اللي تصير تصير بناء على نوع الشخصية مثلا تقول الهسترونيك قليل جدا ما تصير للدبرشن أو الكآبة شين يصير له؟ يصير له الهلاوس يهلوس مثلا لو أصيب حصل إصابة في الدماغة هالنوع يعني في قواعد في الإصابات النفسية وكده فسبحان الله هنا يرحظي أن الناس تشوف أن حتى اللي عنده وسواس قهري شخص طبيعي يقول يكلموا فيه الوسواس القهري اللي انت فيه هو تقدر تغيره حاجة عادية نس كلها توسوس يحاولي تفهميش كيف يعلجه فيه بطريقة خطأ ممكن إن صح التعبير فهو هنا مش عارفين أنه فيه ضرب في الكيمياة متاع الدماغ لازم يتحسن الإفراد يرجع ما يوسوسش للإنسان هل تتفقي معاي أن ثقافة الشعب بشكل عام ممكن ما تشوفش أو ما تشخصش في الناس حتى لو عرفوا أنهما ما همش أشخاص أو شخص خلي نقوله إحنا حالة ليست سوية ما يتجهوش به لطبيب نفسي أو لأخصائي صحة نفسية يتجهو به لبداء الأخرى عرفتي يعني ما تقول ملبوس صحيح يمشوا للمشعودين صحيح عرفتي التجار هادم ليتجهو بالخطاب هذا صحيح فشل ردك هل ملاك؟ هي تطور الأمر وعي مجتمعنا اللي بي لدور الإخصاء النفسي تطور وبدو يشوفوا فيه جزولة الجزة من روتينهم التطويري أو عفوا مش روتينهم برنامجهم التطويري مثلا الأم لما تبدأ تلاحظ في تصرفات أطفالها وتلقى أنه في واحد من الأطفال تصرفاتها غريبة أو فيه عنف أو فيه أفكار غير منطقية عندها فعلى طول تبدأ تفكر تفتح جوجل تقول شن هالقصة لو لقاتها مرض الوصفات تنطبق عليه مرض صدقيني أنه ستي مبوش نعطوه نسبة عالية مش نكون متفاعلين هالبا فعلى أقل يعني 50% بتقولك نمشي نشوف أخصائي نفسي لما جي الأخصائي نفسي بيأكدلها الفكرة بيقول لها رعوا ابنك يعاني كذا 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 فاللي بنب نقولها أو بنب نوضحها إنه رعوا بدأ فيه وعي لدور الإخصائي بجد يعني في وعي نستي وبالدليل إنه من لما بدينا في المجال ونحن نشتغله فعليا دائما في حالات سواء عن طريق الاستيشارات في الأولاين ولا عن طريق مثلا حتى الحضور الشخصي للحالات فلازم فيه أما أكثر ملاكر النساء أم الرجال مترددين مترددين على وليس هو سيم سيم بس أنا أكثر تركيزي عن النساء بس زملائي المتخصصين مثلا أوي اللي يشتغلوا مع الجنسين موجودة حالات الرجال وبكثرة صدقيني معاش في خجل من الموضوع لأن المعاناة النفسية أصبح تحدى محدش يتحملها صحيح وكثرة الأمراض نتيجة بعض الظروف اللي عشناها كثرة الاضطرابات فطبيعي جدا أن كل ناء بدون استثناء لازم نلجئ ونحكو شين عندي من حاجة مضيقتني شين عندي مثلا كابوس يتكرر عندي في منامي منحس بصداع مستمر عندي قلق مش طبيع عندي خوف مش طبيع وهكذا وهالاضطرابات لو حتاجنا دواء معناها عندنا مشكلة في كيميا الدماغ وهذا طبعا هذا أنا ما أخدش دور غير دوري بس من خلال خبرتي هذا اللي هم المتخصصين في السايكوتيرابي أو العلاج النفسي بالرقز بالأدوية فنانين فيه وشخصه مضبوط يعني عندنا تاريخ علاجي في المجال في ليبيا ملك خطي حتى تجربة الطب التكميلي ودرستيه يعني بس اشرحينا قبل ما تحكينا اشرحينا شو معنى الطب التكميلي أولا بشيفهم مشاهدين معنا طبعا في نقطة ما نوهتش عليها أنا كنت طالب الطب فصارت لي واقع صحية صراحة في 2009 فالطبيب قال لي صحتي معاش تسمح أني نكون صاحبة مجالين أنا كنت في نفس التوقيت نقرة في علم نفس عافتي بشي بسيبها شي نظام من الناس اللي تحب التطوير بشكل كبير فنزلت بشكل علني هيكي وبفوري بدون تردد على الطب رغم أني كنت تانية طب يعني فهذا أهلني أن تكون عندي ثقافة طبية بعد هيكي كملت درس التمريض عشان ما نقدرش نشتغل في الكومبليمنتري ميديسن أو التكميل إلا ما تكون عندي خلفية طبية كويسة وبالفعل يعني قلت كيف نقدر نربط مجال الصحة النفسية بمجال الطب التكميل كيف يكون الحجامة لها دور في علاج نفسية الإنسان وهي أرذي تعتبر من أول الأشياء اللي تعالجها النفسية أو الإبر السلية في حد ذاتها فقلت كيف ننقل الإنسان من نقطة المرض أو الأفكار الأبنورمال إلى الصفاة والشفاة وغيرها بتقنيات تساعدني يعني من أول الألت تحسي أنه فعليا الناس تحسي كيف مثلا طبعا أنا كعلاج صحي عفوا كعلاج نفسي نشتغلوا على الجهاد على التوتر على القلق على الخوف على العصبية فالإبر السنية مثلا في الرأس تحديدا تخلص الإنسان من هالنقاط هي فلقيت أنه هو انحكاس لي بعضا وحسيت أنه ساعدني بدل ما نكون نشتغل مثلا بتقنيات الإرشاد والتوجيه النفسي اللي لازم نحكيه ولازم ندير اختبارات معينة وتقعد عشرة جلسات مثلا الجلسة مشقل من ساعة ونص فاكتشفت أني ممكن أربع جلسات إبرسينيا نعالج المشكلة من جذورها فهذه هي عجبني الموضوع جدا واستمرت فيه وأنا من المدربين المعتمدين يعني في الكمليمنتري ميديسن ورغم أنه عند اللحظة الناس مستغربة كيف ملك مديعة في برنامج مثلا صباحي أو صحي وبعدين نلقوها في الكمليمنتري ميديسن التقديم أو البرامج جاي مع فترة تألفة الكتاب تحسي كأن المجتمع الليبي أو ليبي يعطوني هدية أنا قالوا لي أنت ما بوش منك كتاب بس أنت نبو نسم حتى صوتك كإذاعة فحصلت هذا كدعم اللي خلاني حبيت فعليا مجتمعي أني نحكي له وصل رسالتك نعم ديما أسأل في نفسي أنا ماشية مثلا في الطريقة القناة عشان مثلا نكون مثلا بنطلع على هوا شا نحب نحكي لللي بيني اليوم ممكن اليوم مش حيفهموني أو حكيت عليه مثلا حاجة غريبة أو دراسة غريبة أو حديثة أو كذا ممكن الموضوع يفهموني بشكل كبير ممكن حد محتاج ماشي في سيارة محتاج أني يسمع موضوع أو دراسة على الغضب يسمع دراسة عن أي موضوع مثلا نحب الموضوع زي تأثير النباتات مثلا على المزاج فممكن فيه نلبي احتياجات فحبات الموضوع وبرضو استمرت فيه ونتمنى أن نزيد نوثق علاقتي بالإذاعة أو المايك طيب يعني شن تردي على الناس اللي تقول أو الأصوات اللي تقول أن المرأة تحكم بالعاطفة لأنك يعني في توجيه نفسي وفي الصحة النفسية وأن هذا يخلي شوية يخلي فيها غير صائبة في إطلاق أحكام أو حتى في اتخاذ قرارات معينة شن تقولي؟ شوفي هي هذه قناعة قديمة عن مجتمعاتك كل وكانت يدروا فيها زي إسقاط أن أنت تمشي مع مشاعرك بس المرأة كلها مشاعر المرأة يعني أنت مش محتاجة تقولي لطفلك أنك تحبيه هو بالفترة عارف أن أم تحبه بل أنه مش الطبيعي أن أم ما تحبهاش فهمتي؟ فاليوم أنا نقولي كل سيدة أي أحكمة بعاطفتك فعلي هالعاطفة هذه عشان العاطفة هذه تفلتر الغضب تفلتر الحاجات السلبية المشاعر السلبية بس تحاولي أنك أنت تكوني في دورك فعلا تعطي نفسك قيمتها عشان ما يكونش فيه أحكام عاطفية مش في محلها يعني تقي نفسك مثلا منساقة فقط في تيار العاطفة بس لازم تكوني متنوعة في انتخاذ قراراتك وكل شيء لازم تسألي الله سبحانه وتعالى أعطانا العقيل أعطانا القلب أعطانا النفس أعطانا كل المكونات مفروض نشوفوا شون يقولوا كلهم نديروا اجتماع خاص وديما نحط الضمير في النص نشوفه حتى وشون يقول فنحاول بقدر الأمكان ندير اجتماعات شخصية بيننا وبين أنفسنا عشان نطلع ديما في صورة القرارات الناضجة ولو تبعتها هي عطيتني نفسك فسحة يعني كنت يتسألي كل مكوناتك شن القرار اللي مفروض ناخده تجاه كذا أو تجاه كذا وما كذب الفؤاد ومرأة ديما قلبك حيكون دليلك فعلا هي بس هادي ملاك موضوع أن المرأة يعني تحكمها العاطفة تحس يبدأ يدير في اسقطات على أشياء تانية مثلا يقول الكلام المرأة ما تقدرش تاخد مناصب قيادية لأنها زي ما قلت لك ما تقدرش تحكمه كويس تخلي في عاطفتها تدلبها أفهانتي صحيح هنا يفهمين أكتر صحيح طبعا سبحان الله القناعات رغم أنها برمجة قوية خاصة الرجل يعني أحيانا يدير في اسقطات بس بعدين لما تحطي تطور المجتمع تحت المجهر وجيت بتشخصي وين وصل المجتمعنا الليبي فتلقي أن هالبأ أشياء هالبأ كالرز انضافت للوحة بتاع التنمية في المجتمع الليبي كانت بأيادي نساء صحيح فتتفاجئي أنه وين برمجتكم برمجتكم غلط مش موجودة في الواقع باهي هي عندها شعور الحب عالي فالحب أساس كل شيء في الحياة فكيف نبيها مثلاً مفصلها نحاول بقدر الإمكان نعيرها بهالمشاعر هي الربانية اللي ربي وهبها لها فلأ فحتى مثلاً لو تبيت شخص يخلل في الأسرة يقولك أمهم مش حنونة ودول أسر اللي سعيدة وبيت مش متصدع يقولك أمهم حنونة ولامتهم ففي دور فعلياً في هالعاطفة اللي هم يتهموا فينا بيها إن إحنا ما نقدروش إن بدت المرأة تحس بدم صحيح إن هي تحس بلقص معناش قرار إن أنا بالضبط إن أنا لا أنا عاطفية فأنا مش حنقدر ناخد قرار بالعكس أنا ما بيش تواني إن هو الرجل إنسان هو المرأة إنسان صحيح ما نقدرش يعني إن لو نتكلم عن رجل ونقول متعصب فهذه رؤيتي أنا اللي مش كويسة على الرجل إحنا كلنا خلقنا الله وخلقنا بشكل متوازن خلقنا نكملوا بعض بشكل يعني خلقنا نكملوا صورة كبيرة عن أنفسنا كذوات بشرية فإحنا مفروض بالتفاهم نحلو الأمور هي يعني ما نصدق ما نتبنوش إحنا كنساء قالوا علينا أننا ناقصات عقل قالوا علينا أننا عاطفية زادة ما نتبنوش هالأفكار هي إلا نتبنو الشي الجيد اللي فعليا يعني وذي ما نحترمه خصوصيتنا كمرأة يعني بفيش داعي إنني خلي الحاجات تتبت نفسها بيش داعي نشتهد عشان نتبت لا أنني أحكامي صح وأنني قراراتي صح طيب واشتغلت حتى ملاك على سلوك أو تصحيح سلوك الأطفال ودوي الاحتياجات الخاصة أعطينا يعني تجربتك من خلال شغلك مع الأطفال يعني مثلا شنحستي أكثر شي يتعرض لأو الطفل من أمراض السلوك أو اضطرابات السلوكية بالنسبة للأطفال ودوي الاحتياجات الخاصة حتى هي حكينا على تجربتك معهم جميل أنا نبي نقول معلومة ممكن تستفيد منها كل أم تستمع لنا اليوم بصراحة دائما لما تجي الأم بينجوسين طفلي مثلا إذا كانت من الأمراض الشائعة والمعروفة مثلا لو تكلمنا عن التوحد فنكتشفوا إلا الأمر فيه رواسب في الأم نفسها في أسباب في الأم نفسها انتقلت للطفل بشكل أو بآخر ممكن في مرحلة تكوين الفيسيولوجي لما كان في بطن أمة وممكن ارتدادات يعني فيما بعد ولادته فالعلاج يكون أي طفل عنده مشكلة طرابية يكون العلاج على الأم والطفل في نفسها هذه حسب آخر دراسات العلمية لكن لما يكون الطفل عنده نقولوا مثلا الطراب طفيف انعالجوا برضو نشوفوا أمه نشوفوا والده ممكن يكون السلوكيات موروطة حتى من الأب مرات يقولك أب وأم يشتكوا من ابنهم عدواني وعصبي فنرجعوا نشوفوا أرشيفهم هما في الطفول مرات تكون سلوكيات موروطة تمام وبصراحة انك تكون يأمه وعندك رسالة في التربية رسالة كبيرة جدا لازم تحبيها وتحترميها وتتقنصي الدور الجيد والإنسان الإيجابي والناجح لازم تكون ناجح في كل أدوار مع الحياة أدوار لأنها فهنايا بتوسعي بالك بتحاول تقدمي كل ما عندك لأنه أنت قاعدة تستثمري أني كنت تستثمري في هالطفل اللي حيقعد إنسان في المستقبل وحيربي حيستلم راية التربية والتأثير فلو لحطي أي شيء على طفلك حاجة مش عجباتك فيه تحسي أن السلوكياتة كل يوم للأسوأ على طول استعيني بيئد الخبز الخباز وزي ما يقول استعيني بيمرشد نفسي عشان يحط يده على الجرح أو على المشكلة بالنسبة لدوي الاحتياجات الخاصة شون أكتر شي قدمتي الدعم فيه فيما يتعلق بدوي الاحتياجات الخاصة طبعا سبحان الله نرجع زي ما حكيت لك أننا صورة دي ما تعبر عن إبداع الله فعندنا أثقاط أن الإنسان اللي عنده احتياج خاص أو عنده إصابة أو ممكن يكون عنده تخلف ذهني أو كده كأنه مش إنسان وهذا أمر منافر الفطرة كيف أنت تسقط عليه هذا اللفظ أو هذا المصطلح فتحسي أن المجتمع در لهم برمجة قيدهم أسائلهم أحبطهم تسبب في مأساتهم المأسات الحقيقية مش في أعاقتهم را ومش في أنهم هما مثلا ما يقدروش مثلا يمشوا كويس أو يشوفوا كويس أو يسمعوا كويس أو عندهم مثلا درب في العقل لا الإسقاط ندار من العامة من الناس يعني خلقت أزمتهم بأفكار الوعي الجمعي للآخرين فهنا نحن متهمين في جريمة قاعدة تحدد على الإنسانية هادم يعني أني نستمتع بهم نحب أن تكون عندي تجارب المفترض يعني وهذا نداء لكل المعالجين سواء الاجتماعيين أو النفسيين أو المتخصصين في برامج التوجيه والإرشادي لدول إحتياجات حبوهم حتلقوا شيء حلو حتلقوا شيء مميز حتى على الناس السوية بمنظورنا يعني وحاولوا تقدموا تكونوا منبع للحب والرحمة والإحسان عشان حتلقوا لي أنه رصيد سبحان الله كلما تعطي محبة تعطي إحسان تعطي إيجابية حتلقيه رصيد كأنه أرشيف يقعد لك أنت زي استثمار في حياتك ديما حياتك تقعد حلوة متوازنة هذه فلسفتي بصراحة وهذه قناعاتي يعني في توجيه ملاكلي في موضوع الصحة النفسية شن بكري تكلمنا قبل شوي عن العاطفة شن أفاداتك العاطفة كونك أنت أو إمرأة في هذه المهنة فراحة ما بيش نقول يعني حاجة يلتنسوها فيي الناس اللي ممكن زملائي بالجانب خليني من الإعلام الإعلام عملي وتحياتي لكل الناس الجميلة الرائعة اشتغلت معاهم على السلسلة القنوات والنشاطات اللي مارستها عالميا بس لو تكلمت على الجزء الشخصي لي هو مجالي العملي والفعلي في حب كبير في ولاة في انتماء نحييهم طبعا سواء شغلي في مركز جلول أكثر من ست سنوات سواء شغلي في مركز المسبار وتحياتي لهم زملائي كلهم يعتبروا بصراحة يعني لبنة في تطور هذا المجتمع جزء لي تجزء من تنمية هذا المجتمع قاعد ينعطوا بحب ونعطوا بوفاة ونعطوا بإخلاص ومن سنوش مقابل طرح يعني هدفنا نشوفه ومجتمعنا بصورة مشرقة ونساعده على قد ما نقدروا نساعده نساعدوا وهذا واجبنا وهدفنا في نفس الوقت طيب شن تقولي لكل النساء اللي حاليا يتفرجوا عليك ملاك من خلال شاشة قناة ليبيا روح الوطن وبرنامج قادرات النساء اللي قاعدات يعني ممكن قاعدات يتحدوا في أنفسهم باش يختاروا المجال اللي يبوه أو أوقات تكون فيه معوقات اجتماعية في تأثير من الأهل إن هم ياخدوا مجال معين وهم حبين يكونوا في مجال آخر يعني غير اللي لمالي مرات يرسموا لي صغارهم فشن تقولي للسيدات أو البنات هذة اللي يتفرجوا علينا حاليا بشكل شخصي كلمة في أذن كل مرأة أو همسة في أذن كل مرأة كوني سيدة كوني مرأة حبي إنك أنت مرأة إنك أنت أم إنك أنت عاملة إنك أنت فتاة مثلا من هالمنطلق هتعرفي حيكون عندك واعي بيش معنى مرأة مجيش نفرض نفسي بحقوقي نعيط وإن حقوقي أفهموني لا لا أنت يفهم نفسك وحينعكس الأمر أنت يستشعر إنك شخص عظيم شخص معطاء شخص تقدر تقولي فيه كنز في داخله جميل ويشعع وبراق في كل لحظة وبصراحة اللهم انصرنا بالإسلام منصر الإسلام بنا الإسلام كرمنا بشكل كبير وضحنا خضوط العرض وضوائر الطول في الحياة بشكل كبير كمرأة فعزتنا به ونتمنى أن كل النساء العربيات اللي يفكروا أن مدام أنا مسلمة مش هنقدر نوصل لرسالتي لأنه مثلا عندي معايير كمرأة مسلمة وخصائص لازم نتمتع بيها أو لازم نتشربها فبالعكس مدامك أنت مسلمة فأنت المعنى الحقيقي للمرأة أنت اللي عندك الوعي الحقيقي للمرأة وكلمة أنتة بس هي تعني الحب تعني العطاء الجميل اللي ساهل مش لازم أني نحسس نفسي أنني الدنيا كلها حط أحمالها على كتفي أني نقدر ندير كل شيء أنا السكن نقدر أني تأثيراتي أني كلمتي الطيبة بإحساني نخلي منطقة بكامل متوازنة مش مجرد أني بيت صغير أو طفلين ما قدرش نسيطر أو نكون أم فحبي دورك وحبي نفسك وأفهم نفسك ونتمنى أن بجد يعني كل نساء الوعيات واللي عندهم هذا الفكر أنهم يوصلوا رسائلهم عشان يساهموا فعليا في ابتسامة المرأة اللي بيع شكرا لك ملاك اليوم لحضورك معنا نورتينا ونتمنى لك التوفيق أكيد تستميلي شكرا مصول لك كل شكري وأمتناني محبة إليك ولسادة المشاهدين شكرا لك بك نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم من برنامج قادرات مشاهدين لقاءنا بكم يجدد إن شاء الله في حلقة قادمة الأسبوع القادم إلى اللقاء تنمرت ترجمة نانسي قنقر